اشتركوا في القناة يعني من طرح ممكن كثير من الاشخاص بيتساءلوا عنها اول سؤال هو انه بقولك انا بتابع علماء فلك او فلكيين ما بنطبق كل اللي بقولوه على برجي يعني بحس انه دائما يعني انا برجي كذا وطالعي كذا ولكن بشوف انه ما بنطبق عليه كلامك انت سليم انت ما غلطتش اول شيء لازم تعرف انت خارطك الفلكية يعني بمعنى اخر خارطك وتكوينها وكواكبها وين موجودة قمرها زهرها مريخ كل الكواكب هاي وين موجودة في خارطك الفلكية وشو بتشكل الزوايا وهل الكواكب الان بمكانها بتشكل زوايا ايجابية ولا زوايا سلبية مع الخارطين يعني مع وجود الكواكب في ساعة ميلادك مع الان الكواكب اللي موجودة في السماء هدولة بشكل زوايا يعني الزهرة مع الزهرة بتشكل زاوية ايجابية ولا سلبية عشان نعرف قوة الكوكب قديش المريخ مع المريخ بعدين المريخ مع الكواكب الأخرى هاي هي عشان تعرف توقعاتك أنت هسا اللي بنحكي من توقعات يومية هي بتيجي مع الكل مهما أنا اجتهدت يعني أنا عن شخصي يعني بحكي مهما اجتهدت عشان أنا أجيبها تنطبق مع أغلبيتكم بنسبة عالية يعني ممكن تنطبق مع أشخاص بنسبة خمسين في المية وممكن تنطبق مع أشخاص بنسبة مية في المية فأنا بحاول قدر الإمكان إني أجيب التوقعات يعني توصل لحد اللي هو السبعين ثمانين في المية متشابهة أو متطابقة مع الأحداث اللي بتصير معكم لأن في بعض الأشخاص يعني لما باجي أنا بقول مثلا القمر القمر الآن موجود في برج الحوت وإنت قمرك أساسا يوم من ولدت يعني أنت طالعك مش حوت ولا برجك حوت ولكن تكوينك أنت مثلا ناري كبرج أو هواعي كطالع خلينا نأخذها بمثال طبعا أنا بحكي ارتجال ما حدا يلومني إذا بتأتي بالكلام لأني أنا برتج الارتجال لا بكتب ولا بحضر للحلقة طيب الآن القمر في الحوت وإنت قمرك أساسا يوم من ولدت مثلا كان بالقوس طيب هل يتجانس اثنين مع بعض بوجودهن؟ هاي في تربيع بين القمر والقمر يعني مكانه ضعيف جدا بالنسبة لإلك ورح يسبب لك مشاكل لها علاقة بالبيت أوكي؟ طيب وبجيبها أنا حتى على برجك أنت اللي نفترض أنك أنت الأسد على بيتك الثامن معناته القمر عندك منتحس معناته بدي جيب لك مشاكل على مستوى المواريث فأنا إذا بدي أجي أحكي لك أنت فبعطيك توقعاتك مية في المية أو تسعين في المية متشابهة أو متطابقة مع خارطك الفلكية اللي بتناسبك أنت كشخص ولكن ما بتناسب أغلبية اللي بيسمعوني فعشان هيك هاي التوقعات كثير منكم بيسمع مثلا بيلاقي أنه اليوم الطابقت معا يومين ما الطابقتش معا أسبوع يعني ها سعيد جابها ستين في المية أسبوع جابها مية في المية أو يوم جابها مية في المية هذا إشي طبيعي جدا عشان هيك دائما أنا عشان أقرب لك الصورة بقول لك اسمع برجك واسمع طالعك يعني برجك أسد اسمعه طالعك ميزان اسمعه اسمع اثنين مع بعض ودمجهن مع بعض وشوف أنه بعد ما دمجتهن بينطبقوا عليك ولا ما بينطبقوا عليك كديش نسبة التقارب بتلاقيها نسبة صارت عالية لأنه أنت برضو في ناس ما بتعرف مين الغالب بالتوقعات هو برجه الغالب ولا طالعوا اللي بتحكم فيه أكثر فهذا الإشي بيخربط بعض الأشخاص وكثير من اللي بيقولوا عن علم الفلك هم ما بعرفوا النقطة هاي أساسا يعني ما بعرف يجاوبك على هاي النقطة لأنه هو بيعتقد لا المشكلة مش فيه انت مشكلة فيك انت بتكذب انت مش قادر تستشعر الحقيقة أو هذا أساسا أنه يخليك يعني كأنه إيمان مطلق أو إنه اللي بيحكيه هو منزل لا هو مش منزل هو بيصيبه وبخطئ ولكن هذا علم عشان أنا أعرفه صح أو عشان أنا يصيب معي صح لازم أعرف أنا أول إشي الكواكب هاي وين كانت موجودة أول إشي عشان أنا أبسطها عليك بدك تسمع برجك وتسمع طالعك هدولة اتنين اللي بيجي بقولك برجك القمري وبرجك الزهري وبرجك المريخي هذا كله كلام فاضي كلام فاضي ما في إشي اسمه برجي القمري في إشي اسمه عشان أنا أبسط لك يا اسمه القمر تبعي وين عشان أنا بكتسب من الصفات العاطفية في مكان موجود القمر ولكن ما بيصير برجي أو برجي القمري الزهرة نفس الإشي ما بتصير برجي الزهري لأنه هذا إله بالحب إله بالجماليات ما بيصير برجي فعشان هيك لما بدك تسمع اسمع ثمين أنا دائما شو بقول بقول اسمع برجك اسمع طالعك اسمع الزوايا الفلكية اللي بتنحك كل يوم في أول الحلقة ادمجهم مع بعض بتطلع بتوقعاتك بنسبة عالية جدا إذا ما طلعت معك بنسبة عالية جدا معناته فيه خلل الخلل هذا مش باللي أنا بحكي الخلل هذا بيكون بحسابك لطالعك ممكن أنت حاسب طالعك مثلا مش ذاكر توكيد صيفي أو مش محدد الساعة مزبوط فبكون يا برجك اللي قبل يا برجك اللي بعد عشان هيكي لازم تشوف الصفات اللي موجودة هاي بتنطبق عليك تتأكد تماما إنه هل صحيح إنه أنا برجي كذا وطالعي كذا ساعة ميلادي كذا فأنت لما تتأكد فهنا أنت بتطلع بالتوقعات الصحيحة اللي بتنطبق عليك أما خلاف ذلك بتظلك أنت بدوامي وأنا بنصح يعني أنا لو عندي وقت وهذا أنا مستعد أني أجي أحسب لك هيها وأطلع لك هيها بدقة وأخليك تجرب بتشوف أسبوع وعشر تيام وأنت تسمع مية في المية كأني أنا عايش معاك يعني قاعد بعطيك أنا الأحداث بالترتيب كيف بتصير معاك ليش؟ لأني أنا عارف كيف أجاوبك بس أنت بدك تتعب على حالك شوي حاول تسمع برجك وطالعك وتسمع الكواكب اللي أنا بذكرها الزوايا اللي بتصير مع الكواكب حاول إنك تشوف قديش النسبة بتصير معاك إذا ما زبطت معاك يكتب لي في التعليقات أو يكتب لي بالتعليقات اللي بيسأل السؤال هذا يقول لي أنا ما زبطت معي حتى لما أنا سمعت كذا وكذا وكذا زي ما أنت ذكرت فياريت إنك أنت تشوف الخلل وين أو هذا على أساس أنه إحنا أحاول أني أنتقي واحد أو اثنين أو ثلاثة ونعمل تجربة يقول دعم الكل على أساس أنه إحنا نشوف كيف بنحللها كيف بنحسبها تركز على إيش بالضبط وفي نفس اللحظة تشوف أنت النتائج كيف بتصير معاك بس مش يصير اللي بيطلع معاها توقعات إنه بديه الذاكع علي يجي يقول لي أنا كمان ما بزبطش معي ممكن تشوف لي ياها دكتور أنا حكيت لهاي كنوع من أنواع الخدمة بس عملية تثبيت للإشي اللي أنا بقوله فما تحاول إنك يعني تستغلني على أني أنا أشرح خارطة فلكية أو هذا لأنه شرح الخارطة الفلكية هذا عالم لحاله مش بالصورة اللي بتنحكى إنه تعال أشرح لك إياها وهيك هيك بصير وأبعت لك إياها مطبوعة أروح أخلي برنامجي طبع لي إياها وأدي لك إياها مطبوعة هذا كل ياته كذب وضحك علها ما تخليش حدا أنه يستغل لك بالطريقة هاي يعني تحليل الخارطة الفلكية تحليل اسمه تحليل يعني بطلع تقريبا بحدود من 70 إلى 120 صفحة مطبوعات مش أي واحد بقول لك بحلل لك إياها معناته أحلل لك وأعطاك معاني للكواكب معاني للزوايا وخلص وسلامتك وممكن يعطيك معاني للبيوت كأقصى حد هيك وبفهم هيك وبعرف لأنه البرنامج اللي عنده بطبعهم بالطريقة هاي أما هو يعرف كيف يطلع الخارطة الفلكية ويحسبها ويحسب الصحة والأضرار والضعف والألوان وإلى ما لنهاية هاي قصة طويلة عريضة مش أي واحد بقدر أنه يخوض فيها خلينا نروح على توقعاتنا اليوم الخميس ثلاثة حزيران نشوف إيش اليوم الفلك بحكي طبعا القمر الآن موجود في منزلة الرشة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح رح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر حلاقة الشعر ممتازة جدا وبالنسبة للقمر اليوم رح يتنقل طبعا في الحوت وفي الحمل احنا ما رح نذكر انتقاله للحمل لأنه في ساعات المساء حلقة بكرة بتكون كاملة عن انتقاله فاليوم تأثيره كأنه هو موجود بالحوت رح نلمح للانتقال ولكن ما رح نشرح عنه بشكل كبير لأنه في عنا كم من الزوايا كبير طبعا تأثير القمر بما انه موجود بالحوت فاليوم بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضرفوا الدمع بعيدة عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التهمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعة كبيرة من الزوايا الفلكية وعنا خلوم مسار اول زاوية رح تكون زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين عطارد ورح تكون في تمام الساعة 6 و23 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و8 دقائق صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و10 دقائق ذهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و10 دقائق ظهرا وبينتهي في تمام الساعة 5 و58 دقيقة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في الحمل فبصير من ساعات المساء أنه تقريبا عند ساعات المغرب بصير التأثير علينا ككل أنه بنأخذ من صفات برج الحمل فهذه الفترة منصير نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك برضو هذه الفترة ممكن إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة لزوايا ما بعد انتهاء خلو المسار واستقرار القمر في برج الحمل إنه بالفترة أول زاوية بتكون عندنا زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمس دقائق مساء هاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة ست تسعة ساعة تسعة وثمان دقائق مساء فأكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 11 و32 دقيقة مساء عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز عندنا الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما منها بتسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كمان هاي بتسهل إقناعهم حتى وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل هاي فترة بتعزز عندنا الذائق الفنية والقيم الجمالية خصوصا عند الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات ذات صلة بالفن أو القدرات في هذا الموضوع مثل الفن والديكور أو التجميل أو الأشياء اللي إلها علاقة بالأمور الفنية طبعا بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم 5-6 بيبدأ فيه تمام الساعة 10 و46 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي حتى يوم الأحد 6-6 حتى تمام الساعة 5 و46 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الثور طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 23 يوم في تمام الساعة 11 و17 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيدة بنسبة 45% القمر في الحوت بدي انتقل للحمل حتى يوم 6-6 منتحس بنسبة 50% عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22-6 سعيد بنسبة 30% الزهرة في السرطان حتى يوم 27-6 سعيدة بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم 16 فهو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بظل التعب مسيطر عليه كل يوم كمان وبتظلوا هيك يعني بتفقدوا رغبتك في إنجاز مشاغلكم أهم إشي أنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكوا تخلدوا للراحة في هاي الفترة بتكون أنت بأضعف حالتك فلاحظ يعني حتى بأمور أنه تراهن عليها ما في حضوظ نهائيا وحاول أنك ما تحسم أي أمر خلال هذا اليوم لغاية ساعات المساء فبتظل الأمور أنك بتميل للهدوء والبعد عن الصخب ممكن أنه شوي يكون في نوع من ألواع الفوضى أو الخسار أو التأخير خلال هذا اليوم حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان عشان ما تخسر في ساعات المساء طبعا عند المغيب بتبلش الطاقة تتغير وبتبلش معنوياتك تتغير وبتشعر بنشاط أكثر لأن القمر بصير انتقل عندك فبعطيك طاقة إيجابية عالية جدا بتبلش تستشعرها كل ما اقتربنا للمساء أكثر برجة ثور طبعا بيظل النشاط ما بينك وبين الأصدقاء بشكل كبير خلال هذا اليوم وممكن أنك تجدوا تعاون منهم أو أن تتعاونوهم في مسألة معها مثلا بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأصدقائك اليوم ممكن يكون في عندك نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس طبعا حاول أنه اليوم تنجز كل الأشياء المهمة والضرورية اللي بتكون بين إيديك أو الأعمال الموكلة لا إليك ليش؟ لأنه عند غروب الشمس أو قرابة غروب الشمس بيبلش الضغط يصير عليك أو بتبلش أنت تحس من ساعات العصر أنك بلشت تنضغط لغروب الشمس أنه القمر بنتقل وبيصير في الحمل فهذا بيت متاعبك ورح يسبب لك نوع من التأخير وبرضو بتبلش الأمور تتعطل فعشان هيك بقول لك إنجز أعمالك قبل ما نوصل لساعات العصر برج الجوزة بيتركز اهتمامكم اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهميش أنك تقدم أفضل ما لديك لأنه اليوم إذا أنت اجتهادت مصبوط ممكن تحقق إنجاز راع أو ممكن تحرز تقدم في أعمالك الموكلة لإلك اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع المفاجأة ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية وهاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة أولا عطارد أنت عارف أنه بتراجع عندك وهو بضغط بشكل كبير بخليك شوي تتسرع بتصرفاتك وفي نفس اللحظة برضو وجود القمر بتحركه بيت السمعة بضغطك بشكل كبير في ساعة المساء ممكن تنشط في أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاء اتصالات أو ممكن تواصل مع صديق معين برج السرطان طبعا هذا اليوم بظل أقوى من الأيام الماضية برضو في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفر اللي خصوصا لبعيد واليوم ممكن ترغبوا في التفاهم مع أحباءكم أهم شيء أنك ما ترتجل عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك حاول أنك تكون جاهز لتحمل المسئولية فهاي فترة مهمة جدا بالنسبة لأي لك فعشان هيك أوعى أنك تضيعها من يدك الفترة هاي فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تحرز تقدم بمسائل معينة وخصوصا اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات أو المناقشات، استيراد، تصدير، شغلات العلاقة بالقضايا القضائية تقريبا بتدعمك بشكل كبير ولكن إذا كان عندك امتحان حاول تركز بشكل جيد في ساعات المساء بدك تنتبه لسمعتك ما في داعي للمغامرة والمخاطرة برج الأسد طبعا بتظل الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة هي اللي محط النظر عندك أو تركيز عليها بشكل كبير اليوم في فرص متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو أمور العلاقة بقروض دعم، مساعدة، أموال الشريك، دعم من الزوج برضو بدك تنتبه لأنه اليوم صحتكم أو صحت قريب لكم بيكون بحاجة للرعاية أو الاهتمام أكتر حاضروا من إهمال نقاط إدارية أو قانونية اليوم يعني بتكونوا تتفقدوا أوراقكم بشكل جيد أو الثائق أو المعاملات أنتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة يعني حاول أنك قبل ما توقع على أي ورقة أو معاملة أنك تستشير أهل الاختصاص في هذا الموضوع ممكن اليوم تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بالتخليص معاملة رسمية أهم شأنك ما تتذمر في ساعات العصر وما بعد بتبلش رغبة في أمور الهلاقة بالتنقلات أو السفر أو انتقال من مدينة لمدينة أو حتى أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو المراسلات فبتصير الفترة إيجابية وأقوى لصالحك برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكتكم طبعا القمر معروف أنه مقابلك تماما لما بكون في الحوت فهو بعطيك إيجابية على مستوى العواطف على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكات وهذا يوم مناسب للتفاهم مع الأزواج أو شركاء العمل أو العاطفة يعني كموضيع خطوبة أو زواج أو تجهيز لأمور مثل هيك هاي الفترة هي صعبة لأن طاقتك بتكون ضعيفة فيها فممكن اتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العدائية أو عدائية الجو من النفور الخلاف التوتر حاذروا من المشاكل على أنواعها بالفترة هاي حاول أنك ما تدخل بمواجهات أو صدامات يعني بدك تكون مرن في ساعات المساء بتتغير الأجواء إيجابية لأنه بتحرك درجة أو برج بالنسبة لأي لك فبصير التركيز على أمور مالية وممكن أنك تحل المسائل كانت شوي صعبة أنك تحلها خلال اليومين اللي مضوا برج الميزان طبعا بما أنه القمر ما زال موجود في بيت العمل وبيت الصحة فبيظل العمل شوي تراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من إرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم إيش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وحاول إنك تطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فهاي فترة يعني مهمة جدا حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية وبرضو تهتم بأعمالك برضو ممتازة للي بيبحث عن عمل أو عنده مقابلة عمل خلال يومين هدول أو بيحاول إنه ينجز بعض الملفات اللي إلها علاقة بعمل موكل لا إله في ساعات المساء القمر بصير مقابلك تماما في الحمل فبصير الأمور تركيزها على أبواب إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج أكثر برج العقرب طبعا ما زال القمر في البيت الخامس فبظل اللي هي فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح بظل في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية موجودة عندكم في نوع من أنواع التفاؤل بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوكم للإبكار لنشاطاتكم وعدم التلكق أو تضيعوا الفرص من يدكم حضر بشكل جيد لعملك حاول إنك ما ترتجل ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إيجابة أو إشارة مهمة حاول إنك تبتسم لأنه الحظ اليوم لجانبك في كثير من المسائل بس بتطلب منك أنك أنت تتحرك باتجاهها يعني ما تنتظر الإشي يجي لعندك هاي نقطة في ساعات المساء طبعا بيصير فيه نوع من أنواع بضغط عليك لأنه القمر بنتقل وبصير في البيت السادس وبما أنه رح يدخل على البيت السادس فبدك يتراقب صحتك بشكل جيد وبدك يتراقب أعمالك بشكل جيد يعني أنه ممكن الصحة شوي تتعب أو تشعر ببعض الإرهاق أو يتراكم عندك بعض الأعمال برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خلال هذا اليوم وبرضو عندك قدرة عالية لتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين القمر في مكانه بيحثك على تكرار المحاولة بترتفع نسبة الحظوظ عندك بشكل كبير وخصوصا اليوم كل ما اقتربنا لساعات العصر أو للمساء لأن القمر بده ينتقل بده يصير في برج حليف لأيلك له الحمل بيتك الخامس فهنا الأجواء رح تتحول بشكل كبير على المستوى العاطفي على مستوى الحظوظ مستوى الدعم مستوى الاهتمام بالأبناء أو الأحبة بشكل أكبر رح تحس بطاقة كبيرة إيجابية بلشت تتكون كل ما اقتربنا لساعات المساء فالأجواء تتغير لصالحك برج الجديد طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة أو التحرك أو التنقلات اليوم بتعززوا العلاقة مع أخ أو جر وهي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات والمناسبات اليوم بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب كثير من موليد برج الجديد ممكن يكون عندهم سفر أو تنقلات من مدينة لمدينة أو الاهتمام بأمور العلاقة بالسيارات أو التكنولوجيا الإلكترونيات في ساعات العصر بصير الاهتمام عائلي أو تهتم بمسألة عائلية بتظهر بشكل مفاجئ أو موضوع بيكون بده تركيز أو ترتيب وضع عائلي معين رح تهتم فيه بشكل كبير أهم شيء إنك ما تهمل واجبات العائلية والالتزامات العائلية عشان ما تتراكم الأمور عليك ويصير فيه أخطاء أو فيه عصبية برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في بيتك الأول بيتك الثاني عفوا في بيت المال فممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي إيش مكان؟ اليوم تستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة اليوم أهمش إنك تنتبه لأموالك من السرقة والضياع في ساعات العصر بيصير عندك نشاط عالي جدا ورغبة للانطلاق والتحرك برضو بيصير عندك قدرة للإقناع قدرة للتواصل بشكل كبير ورح تحس بطاقة كبيرة بتحثك على الحركة والنشاط وخفيف الظل بتكون خلال هذا اليوم برج الحود طبعا ما زالت الأجواء إيجابية واليوم كمان أحسن وأحسن اليوم ممكن هيك تشعروا بنشاط يعني أكثر من الأيام الماضية بوسع كل مبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تعززوا معنوياتكم من الجديد وتتحمسوا بالمبادرة ولا يدخل تعديل على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات تنتظرك مفاجآت أو خبر صار حاول أنك تستعد لأنه ممكن يكون عندك ورش جديد أو عمل جديد رح تنشغل فيه خلال الأيام القادمة في ساعات العصر للمساء بصير فيه اهتمام ببعض المسائل المالية ممكن أرباح ممكن دعم معين تحصل بعض الالتزامات اللي كانت متراكمة عليك بالفترة الماضية عشان هيك الفترة هاي إيجابية ودعملها إليك فحاول أنك تستغلها بالكامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر